المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية المتفوقات العالمية والمتفوقين والمتفوقات من الطلبة والطالبات من مختلف المراحل التعليمية وذلك خلال اللقاءات المتواصلة التي يحرص عليها جلالته مع المواطنين وفي ظل ما تشهده المنطقة من تطورات ثمن المجلس الدعوات المتعددة من جلالة الملك المعظم إلى حماية الأرواح ووقف كل أشكال التصعيد والعمل على تجنيب المنطقة تبعات مزيد من الأزمات التي تهدد استقرارها وفي سياق متصل أشهد المجلس بالمضامين المركزة والدقيقة التي تضمنتها كلمة مملكة البحرين التي ألقاها نيابة عن جلالة الملك المعظم صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء خلال المناقشة العامة لاجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة بدورتها الساسعة والسبعين ونوها المجلس بالدعوات الحكيمة والأولويات الثابتة التي تضمنتها الكلمة وأهمها حماية الأرواح البريئة ودعم الكرامة الإنسانية وتكريس التعددية والتنوع الثقافي ترجمة نانسي قنقر